بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالأخوة الكرام إلا بيالي غيكم برمدر كنا قد انتهينا مع هذه القصة Flo emperor إن شاء الله سعرام environment بيالي غيان دن will احصابه LES DEUS ENFANS REGARDE L'AVION هناك تفلان يندران التلاحر ses ailes ne bougent pas regardez نايفا وتنفون هناك تفلان يندران التلاحر هناك تفلان يندران تلاحر كما تلاحظوا بأن الوافر بغادي كونجيغي الانبارفي الوافر بغادي كونجيغي الانبارفي إذن في النظارة أنه مصرف الانبارفي هو النوع ميناء الماضي يدل على تكرار الحادث المقصود أنه ممكن تعدهم بشي بعادة أنهما ينظران الطائرة طبعا الانبارفي أيضا أدوار أخرى في حكاية العصة الأحضر أنهم ينظران الطائرة يدل على تكذب الانبارفي ينظران الطائرة ويقومون بغادي ويقومون بغادي هذه الأحضر تنظران هناك أنه يحتاج إلى أول عارف التي يعمل والجنه والجنه إذن سيزال جناحيها نبوشبا نبوشبا أنها لا تتحرك مثل جناحي الطائر observe نايف مغيما لوفرب observe فيعل لاحظة بتكلم حين عن l'observation يعني الملاحظة سيزال نبوشبا طبعا عندنا هنا أيضا لوفر بوجي هذا فيعل تحرك سيزال نبوشبا إذن جناحيها لا تتحرك observe نايف مغيما نقول عن شخص بأنه نايف نقول عن شخص بأنه نايف يعني أنه سادج observe نايف مغيما يعني أنه يلاحظ بشكل سادج غيما هذا الطفل إذن هذا الطفل كان يلاحظ بشكل سادج هذا الملاحظة التي ذكر هنا سيزال نبوشبا أن جناحيها لا يتحرك أبوغطن أبوغطن ومع ذلك أبوغطن المقصود بها مع ذلك أبوغطن إلافونس ومع ذلك يتتقدم أبوغطن إلافونس ومع ذلك هي تتقدم يعني الطائرة طبعا نتكلم هنا على الافيون هي كلمة مذكرة ليس كاللغة العربية نقول لبوغطن كما نقول طائر صغير إذن هنا طبعا سيقول أبوغطن إلافونس ومع ذلك هو يتقدم المقصود أن الطائرة تتقدم لأن في اللغة الفرنسية كما قلنا كلمة مذكرة كم تتقدم جت داجا إكسبلقي كم تتقدم أموتر أنا شرحت لك من قبل جت داجا إكسبلقي الوقت يعني فيال الشرحة ج W أولا نحيد الطائرة المقصود بها ج يعني ج ج داجا إكسبلقي وبيان ج إيكسبلقي يعني أنا شرحت ج داجا إكسبلقي يعني أنا شرحته من قبل جا تي دي جا إكس بليكي أنا شرحته لك من قبل يعني مقصود هنا جا تي دي جا إكس بليكي أتوى إذن جا تي دي جا إكس بليكي كسيت تي داس أموت دوغ بأن هذا بفضل المحرك بأن هذا بفضل المحرك إذا كانت الطائرة لا تحرك جناحها لتطير متى الطائر ومع ذلك هي تتقدم إذن هذا بفضل المحرك الذي يتمكن من دفع الطائرة جا تدي جا اكس بليكي كو ستة دغاس او مطر دي شاغل اذا الشاغل يقول لرايمون طائرة بفضل المحرك هي تتقدم المطر المحرك فاتوغني او كان ممكن يقول توغن يعني انه يدير هنا عندنا فاتوغني انه يعمل على دوران لليس يعني المرواحة المطر في توغن الليس اذا المحرك يعمل على دوران المرواحة المطر في توغن او بيتوغن سالوذاب تورني سالوذاب تورني نعيدنا لذاب فايغ المطر في توغني اذا المحرك يعمل على دوران لليس لليس يعني طبعا كما تلاحظوا ان الطائرة الصغيرة عندها في الامام عندها مروحة لاحظ هنا الشرح أنه أعطى مثالا رائعا في الحقيقة هنا لشرح هذه العملية التي تقوم بها المروحة والتي يدير المحرك حتى تستطيع المروحة انجر طائرة وبالتالي تستطيع الطائرة أنها تتقدم المروحة تتلولب في الهواء يعني هذا الهواء كأنه خاشب إذا وضعنا هذا المسمار بهذا الشكل الملولب إذا وضعناه على الخاشب ثم عملنا على دورانه إذا طبعا سيتقدم نفس الشيء المروحة أيضا مثل هذا المروحة مثل هذا المسمار الملولب كما تلاحظوا عنده هذه الجانبات أنها ملولبة هكذا هذه الجوانب كما تلاحظوا التي تمكن هذه المسمار من التقدم بالنسبة للهواء أنها غير كافية لذلك يتم تمديد هذه الجانبات إذا نضع قطعة هنا ثم نضع قطعة هكذا ثم نضع قطعة هكذا وعند دوران وهي مائلة عند الدوران تستطيع أن تتلولب في الهواء وبالتالي تمكن الطائرة من التقدم إذا المروحة تتلولب في الهواء مثل هذا كما تتلولب طبعا لوتيربوشون تتكون من مسمار ملولب نتكلم هنا عن سدادات بعض القنينات التي تصنع من الفلين التي يتم جرها من خلال مسمار ملولب إذا نسميه لوتيربوشون لوتيربوشون كما نتكلم عن جر السدادة جر السدادة تير يأتي من لوفير تيري أنك تجر تجر ماذا؟ لوبوشون لوبوشون يعني سدادة إذا السدادة كانت تصنع من الفلين يتم جرها من خلال مسمار ملولب أننا ندخل المسمار في السدادة ثم نجر يسمى لوتيربوشون على كل حال الذي يهمنا هنا هو طريقة تقدم هذا المسمار في السدادة إذا عندما نديره طبعا هذه الجنابات المائلة تمكنها من الدخول كذلك المراحة التي لها جنابات مائلة أنها تمكن عند دوارانها طبعا بسرعة كبيرة هذه السرعة وهالدواران يمكنها من الدخول في الهواء وبالتالي تجر معها طائرة طبعا طائرة لها جنحان هذه الجنحان المائلين أيضا يسبحان بسرعة قوية طبعا يسبحان فوق الهواء إذا أولا المروحة تدور فتتلولب في الهواء ثانيا عندنا الجنحان أنهم مائلان شيئا ما ليبقى فوق الهواء وبالتالي تتقدم الطائرة وهي تطير إذن أل سوفيس دان لغة كمان تير بوشان سي أل سارطي إذا توقفت إذا توقفت المروحة سي أل سارطي لا زال نسفيري با إذن طبعا الجنحان لا يكفيين لغة سفير أدفع الكافة أنك تكفي من شيء هنا لا زال نسفيري با إذن الجنحان لا يكفيين أبورتي لحمل الآلة لحمل الآلة إذن لحمل الطائرة المقصودون إذن يتقدم أو ربما تسقط إذن يتقدم أو ربما تسقط طبعا الجنحان لا يكفيين كما تلاحظون في الوكونات المقصودين الذي يفيد الشك إذن ربما تسقط لدينا الجنحان يعني في العلاج إذن 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 جتا ديجا أكسلقي كما تتغرى الموتر دي شارل الموتر فتورني الهلس فتورني وفي العلاج فتورني إذن يتقدم سيطرف لسيطرف وذلك وفي العلاج جميع ثمان سيطرف في عدد في عدد إذن لعنثن إذن 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 تحصول تحصول المطار. اذا هذه الطائرة صامبلي. طبعا صامبلي. انها تبدو. سوقيدي. سوقيدي انها تنقاد. نتكلم على الوظهر صامبلي. انك تكون في المقدمة وتأخذ اشخاصا مثلا وراءك. يتبعونك. او تكون كدليل. انك تكون كدليل. انك تسير تجمعيا ثم يتبعك الباقي. اذا لابعون سوقيدي. اذا الطائرة تبدو. انها تنقاد. على خط السك الحديدية. اذا هذه الطائرة تتبعن. بحل جايق. فوق السك الحديدية. كيفا دو باري اتخيبال. الذي تم تكلمنا على خط السك الحديدية. اللي تمشي من باريس الى اتخيبال. من هاد المنطقة الى هاد المنطقة. مبيانتو. ولكن سريعا. الوبليكة. الوبليكة. طبعا عندنا هناك الوبليكة. يعني ما لا. ثم تعميل. الى حق الطيران. ما معنى حق الطيران. تنتكلمو على المطار ببساطة. اذا تنتكلمو على المطار. اللي غد إنغ تنزل في الطائرة. الوبليكةة في الوبليكة Tение. ايه oh honey. . إنها ستنزل. طبعا نتكلم هنا عن الظرب at-righ. يعني أنك تنزل على الأرض. نشوف هناك الدكلمة للطائر. ألونين يعني أنك تنزل على سطح القمر. هنا نتكلم구 على l'alten. ل'ln يعني القمر. يعني أنك تنزل على سطح القمر هنا التغير المقصود أنك تنزل على سطح الأرض إلا التغير إنها ستنزل إنها ستنحط على الأرض سيكريا شارل يسرخ شارل روغاعد إلا التغير عندور إنها ستنزل لابيون أني في ديسواند إلا التغير بالفعل نزالت طبعاً الدنارو غير ديسواند لابيون أني في ديسواند إلا الطائرة بالفعل نزالت كما ترون بأنه في ديسواند مصرف أيضاً في المبارفة لابيون أني في ديسواند إنه ستنزل على سطح الأرض ما معنى بيكي يعني أنها تتنزل بحل شي بيكي لو بيكي لو تد إلا الابيون نو بيكي با فير لطح الأرض يعني أنا منزلت هكذا عمودياً على الحقل يعني أن الطائرة منزلت هكذا عمودياً على الحقل على ذلك المكان إلا بيكي بادغو فيغلو تغا إذن هي لم تنزل كأنها مسمار كما نقول فيغلو تغا إلى الحقل الحقل طبعاً نتكلم عن مكان نزول الطائرات على العكس من هذا إلى مغسي فيغاج إذن هي بدأت دورة بدأت دورة أنها دهبت ثم تدور ثم تنزل شيئاً ما كأنها في درج كأنها في درج تنزل هكذا إذن تدور كما يدور الدرج ثم تنزل إذن إلا مرسي طبعاً عدنا طبعاً عدنا لو بيكي بغلو نظر بشكل إذن إلا نفiot هم يندوران طبعا لدينا مصرف على الباسي سامبل إذن هم ينظران تنعرف بأن الباسي سامبل أصلاً هو تيجي في حكاية القصة بالإضافة إلى هذا أنه يفيد سرعة الفعل أنهما ينظران إها وهذا النظر أنه لم يدوم طويلا إذن الطفلان ينظران إها أنها تصف بحالة تتوريهم ماذا تتصف لهم؟ يعني دائرة كبيرة إذن هي في الدوران ديالا وكأنها تصف لهم وتقول لهم هذه حدود دائرة كبيرة إذن وكأنها تصف دائرة إذن الطفلان ينظران إها دائرة كبيرة وماذا تتصف لهم يعني دائرة كبيرة إذن تصف تصف مدى كأنها تصف دائرة كبيرة مقصود أن تتصف دائرة كبيرة كم أنوازو كيشارش أسو بوزي إذن يتفعل كم أنوازو مثل طائرين كيشارش أسو بوزي الذي يبحث أسو بوزي ليحطه ليضع نفسه طبعا لو فار بوزي في الوضع يقول أستاذ مثلا بوزي لستيلو يعني يضع الأقلام هنا طبعا ما عندناش بوزي عندنا سو بوزي يعني الإنسان يضع نفسه أو الطائرة كما عندنا هنا أن تضع نفسه إذن كيشارش أسو بوزي إذن تكرم هنا عن طائر كيشارش الذي يبحث أسو بوزي ليضع نفسه ساكي لفو أتغير فاس أو بوز يقول شارل هنا ساكي لفو أتغير فاس أو بوز إذا فعلت ها الدائرة إذا كان تفعل هكذا ساكي لفو هي لأنها تريد ساكي لفو هي لأنها تريد نتفعله عن الطائرة طبعا هنا فعدنا إيل يعني هو يريد طبعا الطائرة كلمة مذكرة كما قلنا ساكي لفو أتغير هي تريد أن تنزل على الأرض فاس أو بوزي مقابل الريح طبعا إذا كان الريح يقابلها لأن فنيات الأمر يجب أن يمر الريح من تحت جناحية لتبقى الطائرة طائرة إذا كان الريح يسير معها إذا كان الريح يسير بسرعة طائرة فالطائرة ستنزل لأن ما الذي يجعل الطائرة تطير الذي يجعل الطائرة تطير هو مرور الريح من تحت الجناح وإذا كان الطائرة تنزل في مقابل هبوب الريح إذا طبعا الطائرة ممكن أن تسير بسرعة قليلة ولكن هبوب الريح عكسها سيجعل وتمر بسرعة تحت الجناحين فهي لا تكلف نفسها سرعة أكبر حتى تلقى طائرة وطبعا المرواحة ستبقى في سرعتها وكأن الطائرة تسير بسرعة ولكن بحكم أن الريح تتجي عكس الطائرة طبعا هد المرواحة إذا كانت دور 12 ألف دورة في الدقيقة وكانت الريح هادئة إذا الطائرة طبعا ستأخذ سرعة معينة ولكن عندما تكون الريح تسير بقوة عكس الطائرة عكس تجاه الطائرة مثلا هذه السرعة التي تقوم بها 10 ألف دورة مثلا في الدقيقة لن تجعل الطائرة تسير بسرعة لماذا؟ لأن الريح أصلا تسير تجاه معاكس وبالتالي طبعا طائرة ممكن أن تنزيل بشكل هادئ سيكيل في الطائرة فاس أظن هي لأنها تريد أن نزول على الأرض فاس أظن عكس الريح يشرح شاغل شاغل يشرح في غيمه يقول له بأن الطائرة إذا فعلتها الدورة وتريد نزول فلأنها تريد أن تنزل عكس الريح إذن سنستكمل القصة في الحلقة القادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله